في وقت يترقب فيه العالم الضربة الإيرانية ضد إسرائيل رسائل روسية تصل طهران بدءا بوفد أمني رفيع وصولا لدعم عسكري روسي لطهران يحمل في ذات الوقت دعوة لرد إيراني محل وكالة رويترز نقلت عن مصادر إيرانية القول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من المرشد الإيراني علي خامنئي أن يكون الراد على إسرائيل منضبط بحسب المصادر بوتين حث إيران على تجنب سقوط ضحايا مدنيين خلال الرد المحتمل على إسرائيل توازيا مع ضغط إيراني على موسكو من أجل تسليمها مقاتلات من تراسو خوي 35 المتقدمة قبل الرد الإيراني المرتقب أوفدت موسكو أرفع مسؤول أمني لديها إلى طهران وهو الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرجيش ويغو أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين بينهم رئيس مصعود بازشكيان ورئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري شويغو أكد أن حجم التعاون واسع بين روسيا وإيران وأبدأ استعداد بلاده للتعاون الكامل مع طهران في القضايا الإقليمية حجم التعاون مع إيران واسع ووثيرة زيادة هذا التعاون عالية جدا في شتى المجالات في الاقتصاد والنقل وغيرهما ناقشنا كافة القضايا والموضوعات الملحة مع الرئيس الإيراني الجديد بدءا من سوريا والتطورات المثيرة للقلق على الحدود بين لبنان وإسرائيل وبالطبع الأحداث المأساوية التي وقعت في طهران أما صحيفة نيويورك تايمز قالت أن روسيا بدأت في تسليم رادارات متقدمة وأنظمة دفاع جوي إلى إيران وإن الأمر يتم بناء على طلب إيران في ظل استعداداتها لاحتمال نشوب حرب مع إسرائيل الصحيفة نقلت أيضا عن مراقبين بأن روسيا لا تستطيع أن ترفض طلبات إيران لأنها تعتمد بشكل كبير على المسيرات الإيرانية في حربها ضد أكرانيا قبل ذلك خرج التقارير عن تزويد طهران بنظام روسي خاص للحرب الإلكترونية قد يشكل فارق إن قرر الإيرانيون شن هجوم واسع نطاق على إسرائيل تستطيع هذه المنظومة تشويش وتعطيل قدرة الدفاعات على قراءة إحداثيات الأهداف المهاجمة بشكل صحيح فبأي حسابات تتحرك روسيا في دعمها المهم لإيران ربما يكون ذلك من باب رد الجميل مثلا فروسيا طيلت أشهر حرب أكرانيا وجدت فيه إيران مورد عسكري مهم فبحسب تقارير غربية وضعت طهران بين يدي القوات الروسية أسرابا من طائرتها المسيرة والصواريخ الباليستية بل وقذائف المدفعية الإيرانيون ساعدوا بذلك موسكو على الصمود في مواجهة العقوبات الدولية عليها قد يكون الدعم العسكري الروسي لإيران مندرج ضمن استراتيجية الانتقام الروسي من الغرب الذي فتح مخازن أسلحته لأكرانيا وزودها مؤخرا بمقاتلة الـ F-16 لتعديل ميزان القوة والمواجهة الجوية تريد روسيا ربما ما بين هلالين تقوية جبهة في المنطقة لمواجهة خصوم مشتركين لكن هذا الدعم سيعقد حتما حسابات الروس في ميزان الربح والخسارة السؤال الذي يلح هنا هو كيف يمكن لروسيا أن تدعم إيران دون أن تدمر علاقاتها مع إسرائيل خاصة هو أن حرب غزة وضعت هذه العلاقات والمصالح المشتركة ما بين موسكو والتل أبيب أمام منعطف جديد لم يصل فيه التوتر إلى حد القطيعة حتى الآن على الأقل لكن أي إسناد روسي لإيران في هذه المرحلة الحرجة قد يفرد معادلات أخرى هل سيفرد أي تعاون عسكري مع إيران معادلات أخرى في علاقات روسيا وإسرائيل وما طبيعة الدور الروسي حتى في الرد الإيراني المنتظر وهل الآن دعمنا بالمسايرات في أوكرانيا مقابل أنظمة دفاع جوي لكم في طهران حول كل ذلك رحب بضيفي من موسكو الكاتب والبحث السياسي سيد إفجيني سيدروف سيد سيدروف دوما أهلا بك معنا في التاسعة على سكاي نيوز عربية وماذا وراء الرسائل الروسية؟ أولا بأن يكون الرد الإيراني رد محدود ومنضبط نعم تحية لك والأستاذ المشاهدين أعلم بك أعتقد أن مهمة الشويغو في طهران كانت بسيطة للغاية أولا إقناع القيادة الإيرانية بالحد من نطاق وحجم ربما ردها على إسرائيل بعض اغتيال هنية واختيالات أخرى فيما يتعلق بحركة حزب الله وأيضا طبعا حماس ولكن أنا أعتقد بأن إيران قررت لنفسها أن هذا الرد سيحدث ولكن المشكلة والسؤال الكبير الذي لا يزال بدون جواب هو ما هو نطاق هذا الرد أعتقد بأن موسكو تحاول أن تقنع القيادة الإيرانية بأن يكون هناك رد منضبط فيما يتعلق بحركة هذا الرد أو نطاق لماذا تطلب أن يكون الرد منضبط من باب الحرس على إسرائيل مثلا؟ طبعا أولا من شأن إسرائيل لأن إسرائيل ما زالت لديه علاقاته مع موسكو وإن كانت هذه العلاقات نوعا ما متوترة أو تدهرت نوعا ما أيضا بعد بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نحن نعلم أن هناك توريدات لعدد من التجهيزات وبعض المواد والمستلزمات من إسرائيل إلى أوكرانيا وبالتالي روسيا طبعا لا يمكن أن تكون راضية عن ذلك في نفس الوقت لا يمكن الحديث عن قطع للعلاقات بين موسكو وتل لبيب أعتقد بأنها ستبقى قائمة ولكن على روسيا أن تلجأ إلى ربما مختلف الوسائل الدبلوماسية لتجنب نشوب حرب كبيرة في الشرق الأوسط من خلال مواجهة عسكرية بين إيران وإسرائيل المهمة الرئيسية لروسيا الآن إخناع كما قلت إخناع القيادة الإيرانية بأن يكون رد بمصابة خطوة تسمح بحفظ ماء الوجه لإيران من جهة ولا تتضرر إسرائيل بشكل كبير وعلى نطاق وسع من جهة أخرى وربما من ناحية الثانية روسيا سوف تلجأ إلى الكثير من المشاورات الدبلوماسية مع الأوساط العسكرية والسياسية في إسرائيل ولكن منذ بداية حرب غزة سيد سيد روف الموقف روسي كان واضح في إدانة إسرائيل في هذه العمليات العسكرية استضافت موسكو اجتماعات لقادة الفصائل الفلسطينيين بهدف الوصول إلى توحيد هذه الجبهة أمام إسرائيل قبل أيام فقط تحدثت وسائل إعلامة غربية أهمها سين أن عن أن موسكو ترغب بدعم الحوثي عسكريا ما يعني بينهن لين دعم ما يقوم به من مشاغلة أيضا مع إسرائيل اليوم عندما تطلب أن يكون الرد منضبط ما هو الهدف من ذلك؟ ما هو الهدف الروسي من ذلك؟ على الصعيد الاستراتيجي طبعا أنا أعتقد بأن الهدف الروسي واضح طبعا من الناحية الاستراتيجية والجيو السياسية روسيا ليس من مصلحتها أن تودية تطورات الأخيرة في الشرق الأوسط إلى اندلاع نزاع كبير واسع النطاق أو لا سمح الله إلى حرب كبرى لأنها ربما بمسابة خطوة قد يأتي في عقابها عدد أخر من النزاعات وبالتالي كل هذا سيخلط أوراق موسكو فيما يتعلق بالتركيز على عملياتها الأسكرية في أوكرانيا لأن الشرق الأوسط لابد أن ربما هذه القضية سوف تشغل بالروسية لدرجة أنه يجب عليها أن تتخذ خطوات غير ديبلوماسية ولكن نحن لنعرف طبيعة هذه الخطوات ولا شك أنها تم نقاشها في أثناء زيارة سيد شويغو وربما أثناء زيارات أخرى لنعرفها وهي ما زالت طي الكتمان حتى الآن طيب هل ستسلم روسيا إيران سخي 35 يعني طهران تضغط بشدة بهذا التجاه عفوا وطلبت هذا الأمر بإسرار وإلحاح شديدين هل ستردخ روسيا لهذه الضغوط خاصة وأنه بالمقابل المسيرات الإيرانية هي سلاح روسيا الأول في أوكرانيا أنا لي أعتقد بأن روسيا سترد سريعا على هذه الطلبات الإيرانية رغم ربما بعض التلوحات والتلميحات من قبل طهران بأنها سترد بقوة على إسرائيل ويمكن أن ينقذ مثل هذا التطور فقط موافقة روسيا على تزويد إيران بهذه المقاتلات أعتقد بأن هذه الصفقة سوف تطول ولا أتوقع أنها ستتم في أقرب وقت ممكن متأكد أن روسيا سوف تحاول وتبزل قصارة جهودية لإقناع إيران بالامتناع عن ضربات واسعة بأراضي إسرائيل ولكن بالرغم مما تقول سيد سيدروف شويق قال روسيا من الدول التي وقفت مع إيران بالأوقات الصعبة لمن يوجه هذا الكلام؟ وهل نفهم أن روسيا سيكون لها دور في الرد الإيراني الذي طال انتظاره لنقل منتظر منذ أيام؟ لا يمكن أن يكون لدى روسيا دور مباشر في رد إيران ولا حتى دور غير مباشر أنا أشكك في ذلك مهمة روسيا الأساسية لا تنجرى في أي تحركات عسكرية وبالتالي الآن تتضاعف أهمية جهودها الدبلوماسية على هذا السعيد وربما ستشارك في هذه الجهود عبر روسيا بعض الدول الأخرى التي ليس هناك علاقات بينها وبين إيران ولكن روسيا بإمكانها في هذه الظروف أن تودي دور الوسيط وهذا يعني أن أهميتها ودورها في سعود العالمية يعني كيف يمكن أن يكون لها دور وساطة وهي تشير إلى مواقف مشتركة لدعم عالم متعدد الأقطاع بمعنى تستغل هذا التوتر الحاصل لجهة إضعاف الموقف الغربي أكثر الموقف الأمريكي وإظهاره كالعاجز أمام إسرائيل كل هذه الفوضى ما ردها القصبية الواحدة لكن هذا ما نراه على السطح إن صح التابير بينما تحت طولة أعتقد بأن هناك مشاورات أو ما يشير وما يلوح في الأفق من إمكانية البدء في الخطوات التي ستقرب أو سوف تمهد لبعض التطبيع بين روسيا والدول الغربية الدليل على ذلك آخر تبادل بالسجناء الذي جار مؤخرا وربما فسره بعض المراقبين والمحللين ليس في روسيا فحسب بل وفي بلدان أخرى على أنها خطوة ربما ستؤدي ليس الآن وإنما بعد مضي فترة معينة إلى بدء خطوات ديبلوماسية نحو تطبيع العلاقات بين موسكو والغرب شكرا جزيلا لك ضيفي من موسكو سيد يفغيني سيدروف على هذه الإضاحات القيمة معنا في التاسعة لك جزيلا شكرا